لسه مبارح كنا بنتكلم في هذا المكان ونقلت لحضراتكم كلام الرئيس عن الظلم التاريخي اللي تعرضت للقارة والظلم اللي عايزين يشيلول القارة تاني في مجال الطاقة وحرمان القارة الافريقية من مواردها تحت ما ظلت فكرة الحفاظ على المناخ والاحتباس الحراري يعني الدول الأوروبية باختصار زي ما قلت مبارح بعيد الكلام تاني يعني مبارح الرئيس كان في القاهرة بتكلم عن فكرة الظلم اللي تعرضه قارة الافريقية مجددا من خلال فكرة تقنين وضع ضوابط على استخراج البترول والنفط والوقود الإحفوري والمعادن من الدول اللي تملكها فهو قال ان الدول الأوروبية والدول الغربية اعرض تاخد وتستولي على ثروات هذه الدول حتى شبعت حتى اغتنت حتى تقدمت ودلوقتي جايه هينظر عليه يقول لي اعملوا ما تعملش طيب سيب نعيش الأول فالرئيس مبارح طالب انه يكون في فترة انتقالية جديدة لكي تعبر القارة الافريقية من الفقر إلى الغنى ومن الحاجة إلى الاكتفاء ده كان مبارح لسه بنتكلم اذا هناك صوت افريقي قوي واعي بيعرضه وبيقوم به الرئيس السيسي رغم انه الرئيس السيسي في هذا التوقيت بيرى انه العمل الافريقي يجب ان يكون من خلال المؤسسات الافريقية للتحاد الافريقي والمفاوضة الافريقية ورئيس الاتحاد الرئيس السنغالي الا انه الرئيس بيؤمن تماما بالعمل المشترك يعني احنا لابد ان نشارك حتى ولولا ما يكون الرئاس للتحاد الافريقي معانتي هذا العام لانه المنفعة بتعم والخير بيعوم والخراب ايضا به يطول الجميع لذلك تجد ان هناك صوتا مصريا او صوتا افريقيا يخرج من القاهرة يتحدث عن كل ما يجب ان يتم عمله للقارة الافريقية خلال هذا التوقيت طبعا الرئيس ان شاء الله باذن الله خلال اليومين اللي جايين هيستقبل الكثير من رؤساء الحكومات وزعماء الدول الافريقية والاوروبية 82 رئيس دولة و82 دولة مشاركة بشكل بنسبة متفاوتة اعتقد انه انا الاوان ان يكون فيه صوت افريقي موحد وانا الاوان انه تتغير النظرة الى افريقيا لانها دول فقيرة وليس لديها امكانيات احنا لدينا امكانيات هائلة لكن بتحتاج الى ادارة حكيمة وحوكمة وشفافية ومنع الفساد والتعليم الى اخر كل هذه القصة اتصور انه خلال هذه القمة يمكن ان يتم منقشة موضوع استضافة مصر لقمة المناخ في نوفمبر القادم والرئيس الحقيقة ووزير خارجية وكل الاطراف المعنية بتتحرك تحركات سريعة وعجلة من اجل حشد دولي لانجاح هذا المؤتمر قبل ان يبدأ لان المؤتمر لابد ان يكون له مخرجات مختلفة على كافة الاصعضة حتى يمكن ان يكون مختلفا عما سبقه من مؤتمر